ليه إحنا رغم التقدم اللي بقينا موجود بقى فيه أجيال وأجيال بقى بتجيد اللغات وتقدر تدخل على الميوزيك بشكل كبير بس ما بقاش عندنا الفرق الأجنبية زي الأول رغم أنه العالم دلوقتي مفتوح أكتر لأنه الزوء العام تغير برضو نوعية السعر زمان مثلا كان فيه الشباب دايما يروحوا عمر الخيام في الزمالك المركب إسكندرياز السلام لك والحرام لك وسان ستيفانو يعني كان فيه كده يعني البيئة كانت محتضنانة جدا في الوقت وما كناش لسه مطلعين يعني ما كانش لسه فيه الموسيقى الغربية تحت إيد الناس قوي فكان سهل أن تدعنوها ويبقى فيها تأثير أكتر يعني كان كنا نجوم يعني أيامها الناس تغيرت والزوء العام تغير والدنيا تغيرت جدا ايه الدور اللي نفسك تعمله في التمثيل يعني الشخصيات اللي بدأت تعملها يعني مؤخرا وعمل التأثير كبير بين الناس الناس شايفاك دلوقتي أنه في المرحلة دي لطيف قريب منهم جميل يعني حتى اختيار الاسم على فكرة لايق على شخصياتك في المسلسل هو بوسي هو أنا شكلي طيب الظاهر فالأدوار بتيجي كلها شبه كده بس أنا أنا نفسي أعمل بقى أدوار شرير مجرم عشان أثبت إن أنا ممكن تعمل شر فيها دي لأ أعمل شر حتى يبقى لطيف إن الواحد شكله كده ما يبانش عليه من المجرم ويطلع مجرم في الآخر يطلع مجرم أو عايزة أقولك حاجة أحياناً دلوقتي بيبقى الشرير اللي هو تغير شكله هو الشرير ما بقاش الشرير بتاع زمان بزبط يعني مش عادل أدهم يعني لا 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 فالشرير بقى طيب جداً بس بيلسع آه طبعاً طبعاً يعني فانت عايز تعمل الدور ده آه جداً عندك أي حاجة مشارك فيها في رمضان السندي شوفي أنا أنا بعمل مسلسل تاني بصوره ليه يا فضل لي يوم واحد يوم 27 يعني بعد بكرة إن شاء الله أنا مش عارف زي كان هينزل في رمضان ولا لا يعني أنا ما بسألش قوي المسلسل نازل إمتى